السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاث لا بد أن تستقر في ذهنك لا نجاة من الموت ولا راحة في الدنيا ولا سلامة من كلام الناس يقول أحد الصالحين إذا ضاقت في وجه الدنيا قرأت صفحات من القرآن وما هي إلا أيام فيفتح الله لي من حيث لا أحتسم رزقا وعلما وفهما وعندما نتأمل بداية صورة طاها عند قوله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعرف أن القرآن سبب للسعادة والبعد عن الشقاء ولو تأملنا نهاية نفس الصورة عند قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة أرضاك نعرف أن من أهم أسباب التنك والضيق والكآبة هو البعد عن كتاب الله وذكره اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا تأملوها يرحمكم الله ما أجمل الفجر فريضته تجعلك في ذمة الله وسنته خير من الدنيا أو ما فيها تجتمع فيه ملائكة الليل والنهار إن قرآن الفجر كان مشهودا جاذبية القرآن الذين يعيشون مع القرآن تلاوة وحفظا ينفيذون بخاصية مائعة وهم كلما استمالتهم الدنيا تذبهم القرآن إليه بلطف فعادوا تائبي كم من الهموم انفرجت بسبب ركعة وكم من الأمراض شفيت بسبب دعوة وكم من أمور تيسرت بسبب دمعة بثوا شكواكم لخالقكم فإنه جيب دعوة بدطرين عبارة هزتني كثيرا نحن في امتحان وفي أي لحظة قد يتم مصحب ورقتك وينتهي وقتك الذي خصصه الله لك فضلا ركز في ورقتك وترك ورقة غيرك نصيحة ثمينة أثث قبرك بأجمل الأثان الصلاة الصدقة القرآن رجاء ماذا قبل أن تغير ترجمة نانسي قنقر